بك من جديد في استوديو الشرق مرنين بك أهلا شكرا جزيلا أستاذ وبدورينا كذلك نحيي أهلينا في غزة وفي فلسطين صلى الله تعالى لهم فرج قريبا من غرب يا رب إن شاء الله إن شاء الله يلا بداية حدثنا ولعرف المشاهدين الكرام على جمعية رايحين والدور اللي تقدموا في المجتمع المدني من أجل مسايرات واتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة جمعية رايحين لدور الاحتياجات الخاصة تنشط هنا بالعاصمة كباقي الجمعيات في مجال دور الاحتياجات الخاصة فئة الإعاقات الذهنية كان تأسيسها سنة 2006 من خلال أولياء ورجال خفاء وغيرين على هذه الفئة ومحبين لها فهي تستمر في عملها وتنشد أهداف من بين أهدافها أنها تأهيل هذه الفئات ومساعدتهم من خروج من العزلة التي هم فيها إلى هذا المجتمع إلى هذا الفضاء الفسيح وإيجاد الحيز المناسب لهم كذلك مساعدة والديهم على فهم هذه الحالات من لأبنائهم وتقبلهم عموما هذه الأهم الأهداف العريضة تأتي دونها أهداف جرائية كثيرة من خلال التوقع إلى إجراءات تقنية علمية في خدمة وتكفل هذه الفئة ويصهر على هذه الجمعية فريق طربوي فريق خصائي وفريق إداري نحييهم بهذه المناسبة وهم الآن في ثغرهم يعني يعملون بكل جد واجتهاد لخدمة هذه الفئة جميل يوم كل المجتمع الجزائري رهو يتكاتف ويضع اليد في اليد من أجل دعم والتكفل بهذه الفئة وإعادة إدماجها وإنخرطها في المجتمع وشنه هو الضور التي تلعبه الجمعيات والجمعيات النشطة في المجتمع المدني في إطار دعم هذا الفئة بما أنك نشط في المجتمع المدني والله الجمعيات حسب ما أعلم أن دورها مكمل وليس أساسي وليس قاعد دور الأساسي والقاعدية يقع على عاتق الأسرة الأولية ثم الأسرة ويأتي من بعد ذلك الضور المكمل للجمعية في إطار التوجيه في إطار الإرشاد في إطار التأهيل وفي إطار المساعدة ككل فهذا عموما بالنسبة لضور الجمعيات على مستوى الوطن وعلى مستوى التكفل بهذه ولكن اليوم الناس تلقى راحتها مع الجمعيات الخيرية تلقى الدعم الكافي بين جميع الجوانب من طرف الجمعيات الخيرية الجمعية دي لكم وشنه هي النقاط التي تركز عليها في دعم ومسايرة ومتابعة هذه الفئة والله عندما يلجل الطفل الأول مرة باب المركز مركز رايحين وجمعية رايحين فالأول عامل هو الدعم النفسي الدعم المعنوي الدعم الذهني للوالدين لأنه يحتاجون أكيد يحتاجون ما يسمى به طفل الصدمة في البداية طفل أحلام بعد ذلك طفل الصدمة وثم كيف يخرج من هذه الصدمة الولدين والمساعدة على التقبل الأمثل لهذه الحالة لإبنهم باش يقدروا يلحقوا لنتائج طيبة إن شاء الله في المستقبل فمن خلال هذه المراحل هناك أكيد محطات من خلال دعم الأخصاء النفسي الطبيب الأخصاء الارتفوني وباقي المربي كذلك وباقي المختصين جميل اليوم راح نحكو أيضا على نقطة مهمة جدا وهي الأولياء ومدى تقبلهم للواقع اليوم بعض عائلات ربما ما يتقبلوش فكرة أنه عندهم الطفل من ذوي الاحتياجات الأخاصة فيتخوفوا من مستقبل الطفل مستقبلهم مع الطفل كيفاش راح يكون ما دوروا أهمية المعالج النفسي ولا الجمعيات يعني في توفير المساعدين الطربويين والأطباء النفسيين والأخصائي النفسيين من أجل احتواء الأسرة قبل الطفل أكيد فالأخصائي النفسي هنا يحاول نفهم جيدا ميولات وشوهم راغبين الأولياء وكيف شوهم يشوفوا ولدهم بداية بعد ذلك يعطيهم الواقع يعني بعيد عن العاطفة ويحاول يرجعهم للواقع المعيش وواقع الطفل وش هي قدرات نتاع وش يقدر ويني الحق يوصل وش هو نوع الإعاقة يتعرفوا على نوع الإعاقة وما هي أسبابها كل هذه الأسباب بين التخصص الطبي والتخصص النفسي والتخصص التقني هنا يتعرجح الموضوع بعد ذلك لاحظوا أن الولي أجاب على كثير من الأسئلة لأب والأم خلاص كي المختص النفسي يعطي حصة ثانين ثلاثة يبدأ يفهم أنه هذا الإبن أو لهذا البنت هاي الطريقة كيفش لازم تمشي معاه هاو التفكير وهاي النظرة كيفش لازم تكون تجاه هذا الإبن منها يصر الانطلاق الجيدة وإلا فدائما نجد أن الوالدين يجدون صعوبة كبيرة لماذا؟ لأن دائما هذا الطفل في نظره ليس طفل عادي ولكن ليس عادي مختلف عنده اختلاف عنده اختلاف كذلك الأخصاء النفسي يدخل كيفش يوصل والدين يعني كيفش يقيموا ردود أفعال مع المجتمع الخارجي مع الأسرة الخارجية خاصة من ردود الأفعال السلبية تجاه الإبن جميل طيب نشوف عندكم نشاطات مختلفة ومنوعة في الجمعية تقوموا بها من أجل مرافقة ورعاية هذا الأطفال تحديدا من هذه الفئة ومشن هو أبرز النشاطات وكيفش تعاون وتساعد في إعادة إدماج الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة فئة الأمراض العقلية في المجتمع نعم فقط وتصحيحها بسيط فئة الإعاقات الذهنية الإعاقات إختلاف بين ذليل الحقيقة صح؟ نعم نعم فالنشاطات الجمعية تنصب في النشاط الداخلية وخارجية نشاطات الداخلية هي ممد تكامل هذا البرنامج بين البرنامج البيداغوجي المحض وبين البرنامج المساعد كالبرامج الموازية كبرامج سباحة برامج فروسية برامج رياضات مختلفة بشتاء أنواعها نعم هذا كفيل إلى أنه يقحم قبل طفل هذا في وسط الأطفال كما هو من خلال برامج الجماعية خلال الرياضات كما قلت لك المختلفة أو الأنشطة أنشطة فنون تشكيلية كالرسم كالكثير من الفنون الرسم على الخزب فرسم على الفخار أو صناعة الفخار كل هذه ورشات ثم الأنشطة الخارجية كالاختنام مناسبات مثل مناسبة اليوم العالمي كما هذا اليوم فلا يخفى عليك كما نرى في الصور أن البارح تم التدشين والافتتاح معرض الفارس للفنون التشكيلية في طبعته الأولى التي تحيي الجمعية طبعا تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون نحييها بالمناسبة الدكتورة سوريا مولوجي وكذلك بالتنسيق مع مركز الثقافة والفنون قصر وأساء البحر حزن 23 نحيي الدكتورة كذلك المديرة الدكتورة فيزا ريش الذين تحول لنا هذه الفرصة الطيبة والسانحة على أن يكون هناك معرض للفنون التشكيلية ورشات إبداعية كل هذا خدمة للمجتمع كل هذا تحسيس وتقريب أفراد المجتمع بكامل أطيافه من هذه الفئة كذلك نعزز ثقة لدى أبنائنا أنهم عندهم طاقة عندهم مهارة نعزز ثقة كذلك لدى أولياء أمورهم على أنهم يفتخروا بأبنائهم بعدما أن كانوا يشوفوهم ممكن عندهم مسلوكات مغايرة ولا تصرفات مغايرة جميل جدا في الختامة ربما نحب تعطيك كلمة لكل الأولياء التي تشفينا من أجل التقرب إلى الجمعيات لا يخافوش من الجمعيات لأن الجمعيات توفر لهم وأيضا المشاكل التي تلقوها أكيد وغيرك الله فيك في الختام قبل هذا مختصف فقط لأن الوقت دهمنا نعم يمكن دائما الأيام مفتوحة أيام معرض كافة أيام أسبوع من غاية البارح إلى غاية يوم خميس وراءكم متواجدين؟ نعم متواجدين في قصر واسع البحر صباحا إلى غاية المساء فالمعرض معرضكم كذلك يختتم بمحاضرة قيمة يقدمها الأستاذ الهاشمي بوزيان في التكفل بالإعاقة وقدش يختتم نهار الخميس؟ الخميس إن شاء الله يوم السبعة يوم السبعة نعم بمحاضرة فختاما نقول أن الجمعية تحتاجوا إليكم أيها الأولياء وأنتم تحتاجون إلينا فنضعوا اليد في اليد إن شاء الله باش نصلوا إلى بر الأمام بالنسبة لأبناءنا وبناتنا إن شاء الله كذلك الجمعية لها انشغلتها متحديتها هي إيجاد مقر يعني واسع وشاسع يحتوي هذه الفئة بأكبر عدد ممكن وكذلك بأكبر خدمة ممكنة والشكرا موصل لكم شكرا لكم لقبول دعوات البرنامج شكرا لك لتخصيص وقتك لهذا اليوم